ترجمة نانسي قنقر كلمة جلالة الملك المعظم كانت كلمة جامعة وشاملة تطرقت لكثير من الجوانب المهمة التي تمس كينات الدول والشعوب وأيضا ضمانة حلول من خلال تحقيقها يتم ضمان تحقيق الأمن والازدهار لكافة هذه الشعوب طبعا جلالة الملك ربط التحديات السياسية بالتحديات الاقتصادية وبين كيف إذا أردنا حياة كريمة للشعوب من خلال عمليات التطوير والبناء والنماء في الدول لابد من العمل بجد لإيجاد مناخ سياسي مستقر ومن هذا المنطلق تحدث جلالة أنه لابد من حل كافة القضايا والنزاعات وبطرق سلمية هذه الحلول بهذا الأسلوب هي ما يضمن الحقوق ويقول للتطلع إلى مستقبل أفضل فيه الاستقرار والإنتاجية والسعي للرخاء طبعا جلالة الملك تطرق لقضية العرب الأولى قضية فلسطين وأنه ضرورة تحقق التسوية العادلة والدائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مبادرة السلام من المهم جدا أن أشقان ينعمون بالحياة الآمنة والكريمة والتي تخلق فرص اقتصادية واعدة ومستدامة لهم مثل ما بيّن جلالة الملك أيضا بالنسبة لليمن وتأكيد جلالة الملك المعظم على أهمية تغليب التسوية السياسية لتحقيق الأمن للشعب اليمني الشقيق طبعا جلالة الملك كما عهدنا في خطاباته خطابات تبين الحنكة في الإدارة السياسية وضع يده على نقطة جدا مهمة وبيّنها بضرورة وقف أي نوع من التدخلات المباشرة في الشؤون الداخلية للدول وبيّن جلالته أن هذه الأساس اللي يخل بأي مبادئ وحقوق مكفولة تحددتها القوانين الدولية وبالتالي تؤثر على استقرار الشعوب والأنظمة والدول وعليه جلال توجه دعوة لأهمية توحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات واحترام سيادة الدول واحترام القيمة الدينية والثقافية والتأكيد على أهمية احترام الآخر من خلال التسامح والتعايش السلمي طبعا هذه الكلمة اللي استمع لها من قبل جلالة الملك في قمة جدة بيّنت أهمية ربط كافة القضايا الهمة بالتحديات الراهنة مثل ما بيّنها جلالة الملك المعظم في كلمتها والهدف من كل ذلك هو تحقيق الأمن والرخاء للدول ويعزز التعاون والتلاحم بين الدول الشقيقة والصديقة ويوحدها ضد الإرهاب وضد التدخل الشؤون الغير وبما يؤكد أن أمن الدول والشعوب أساس للتطلع للمستقبل والبناء والتطوير نعم الكاتب الصحفي فيصل الشيخ شكرا جزيلا لك